اشتركوا في القناة اوه طيب اقول نصيح معانا ان انت تلعبش بأنانية يلعب بجماعي يعني مثلا بتلعب بقى مع اربعة يبقى ما تكونش هناني مثلا يعني مثلا لو واحد بيت لصاحبك ما تقتلش اللي هو اللي بيت لصاحبك لا مثلا لو صاحبك مثلا هيموت خلاص دلو مسحوق كده يعني ده يخليه ان هما لما يحصل معانا حاجة زي هم هيعملولك نفس الحاجة اللي انت عملتهم فاته كده بالطبع هتعيش طبعا ده اول يا جماعة اول اول نصيحة تاني نصيحة هو ان انت تنط بقرب من واحد صاحبك يعني تنط صاحبك يعني تنط بالطيارة وانت جان بواحد صاحبك عشان مثلا لو نزلت في حتة فيها بقى ناس محترفة بقى جامدة فان انت حتى لو ضعيفة بردك هتلا يكونوا مثلا كطار يعني يعني عددهم كتيرة جدا فانت هتنزل مع صاحبك هتبقوا عاملين زي فرقة كده صغيرة فبتساعدوا بعض مثلا لو قده مات خلاص ده يتديل التاني مسحوق فكده يعني فبتبقوا عاملين زي فريق صغير ثالث نصيحة معاكو هو ان انتو لو مثلا اولا شجرة وفي هدف عادي انت هتدفوا عليه مثلا يعني واحد ضدوكو ومستخبي يعني يعني مش في الشجرة يعني وعيز تيتلو يعني فانت في الشجرة ما ينفعش بقى انت هتطلع كده بجسمك كامل بقى كده كله هتكون انت فريق سهلة بالنسباله انت هتشوفوا في السيتنجز دلوقتي زي ما انت شايفين كده هتلاقوا في السيتنجز الزرار اللي مفروض تشغلوه ويظهر عندوك دلوقتي هلعب بيه وانتو بتشوفوه دلوقتي دي كده جماعة النصيحة التالتة النصيحة الرابعة يا جماعة ان لو انت يعني راكب عربية فيها اربع كراسي انت لازم في الحالة دي ان انت تقعد ورا تقعد ورا مثلا لو في واحد ما شافكش بنا ورا هيدخل هتطلوها فريسة سهلة جدا بالنسبالك هتشوفوا الزرار دلوقتي اللي اللي هيكون في اليابنة هتلاقوها زي ما بقول لكم زرار كده بتتحرك بيه ان انت هتعمل دي يا جماعة كانت النصيحة الرابعة النصيحة الخامسة والقبل الاخيرة ان فيها جزارة كده طبعا يا جماعة انتم عارفينها لو عدت من عليك بتفضل تموتها بتجرب شرعة جدا انتم بتعرف ترحقها علشان تعملها دي بقى ان انت لازم تبقى في دايرة كده اللي هنا بيضة دايرة كده لو فيها تصغر 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 لما بيتبقى اخر الناس اللي هم طريفين بقى وانا قبل كده عملتها انا واصحابي من لعب اربعة كان لسه نهارة الكلام ده كسبنا في الجيم وقدنا مركز الاول يعني واخدنا 15000 جنيه في اللعبة فجماعة لو الزرق دي تدخل تعريكم لازم تكونوا انتم في الدايرة لازم تكونوا انتم برا الدايرة خلص اعتبروا نفسكم انتم ميتين فلازم تكونوا في الدايرة اول حاجة والدايرة لازم تكون مجاهز لنفسك لان لما الدايرة تصغر خلص يكون بقى ناس فيها محترفين كتير ايوه يكون فيه محترفين كتير جدا بيعرفوا يلعبوا جدا لازم تكون مجاهز نفسك من الاسلحة متطاقة من كل حاجة متكون بلاد من كله ده يا جماعة النصيحة النصيحة السابتة والاخيرة ان لو انت يا جماعة راكب عربية وصحابك الاربعة والاثنين راكبين معاك كلهم احسن حاجة بقى في دي ان انت توصلهم لحتة يكون فيها بقى ناس كتيرة لان انتو الاربعة هتكونوا في مكان واحد فبالطبع هتكونوا فريق جامد جدا اي حد بقى كل واحد هتنقل طبعا هيفضل يقتل من هنا ولو ده موت ده ولو ده مثلا خلاص هيموت ده يدي له مسحوق كده يعني دي نصيحة السابتة احسن نصيحة بصراحة هي السابتة وان شاء الله يكون الفيديو اعجابكم اتبوا كومنت ورنوشير كل حاجة وكمان دوسوا لايك ولو ما اضعكوش الفيديو تسو تسلاك ان شاء الله تبقوا حارفين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة